وفيما يتعلق بعودة الطلبة إلى التعلم الوجاهي شدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك بأن يكون التعليم وجاهيا داخل أسوار المدارس وبتفاعل مباشر بين الطالب والمعلم وبشكل تدريجي ووفقا لبروتوكول صحي معلن اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني أما بشأن دوام المدارس فتلتزم الحكومة كما وجهنا جلالة الملك المعظم بأن يعود وجاهيا داخل أسوار مدارسنا وبتفاعل مباشر بين الطالب والمعلم وبشكل تدريجي وآمن ووفق بروتوكول صحي معلن سيعلن عنه معالي وزير التربية والتعليم اليوم إنهيئة لهذه الحكومة أن تأخذ ثقة المجلس وذلك اعتبارا من بداية الفصل الثاني المقبل وسيصار إلى الإعلان عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعودة الطلبة إلى مدارسهم مع التأكيد على أن اللجوء إلى خيار التعليم عن بعد كان بهدف استمرار العملية التعليمية شأننا في ذلك شأن جميع دول العالم